وشاخدين اليوم رح نخوض معاكم رحلة عميقة في مفهوم التعلق وتأثير على شخصية الطفل وكيف بالفعل ممكن لهذا الرابط العاطفي اللي يجمع ما بين الأطفال وابلياء الأمور إنه يلعب دور حاسم في تطويرهم النفسي وبعد الاجتماعي كل هذا وأكثر رح نتعرف عليه مع عضو الرابط العربي لعلم النفس الإيجابي والباحث المطور في برنامج القراءة السريعة الاستاذة نزها اليميني صباح شالله بالخير حياة شالله ويانا يا صباح النور نور سيدنا يا هلفي أستاذ نزها بداية لما نتحدث ما هو مفهوم التعلق ما بين الأطفال وأولياء الأمور هلأ أكيد أي طفل له علاقة بشخص المربي المسؤول عنه أو أنه كان الأم أو الأب فأكيد رح يتربطن هذه الرابطة للمرحلة الجنينية هي أصلا يعني فحاجة كل شخص إلى الآخر ضرورية لكل إنسان إنما هي دائما نحن نقول لازم تكون بحدود صحية لحسب الفعل ينتج عنها عن هذه العلاقة وعن هذا التعلق وعن هذا الحب وعن هذا الارتباك نتائج إيجابية تعده بشكل صحيح وقوي للمستقبل فعليا نسمة ذكرتي أستاذة نوزة يجب أن يكون صحي بالطالع شو الفارق ما بين التعلق المرضي لبعض الأطفال بسواء الأب أو الأم أو التعلق الصحي والسليم هلأ أكيد نحن في عنا التعلق مو بس بيكون بالأشخاص وأيضا علاقة ممكن يكون تعلق بالأشياء بالأماكن بالمشاعر بأشياء ممكن تكون حاصلة نحن هلأ بالشيء اللي بنركز عليه هو العلاقة بالأشخاص واللي هي المربين الغالب والأب والأم طيب طوال ما هي العلاقة بتعطي قوة للطفل تجاه نفسه وتجاه علاقته مع الآخرين فهون منقول أنه هذا التعلق هو التعلق صحي بس يكون علاقة هذا الشخص أو هذا الطفل حتى وإذا كان يافع طبعا نحن بنعرف أنه معظم المشاكل عند حتى الكبار بعد حتى مرحلة المراهقة لما نحن بنرجع فيها بنلاقي أنه أساسها هي موضوع الطفولة فلما تكون علاقته بنفسه وبالآخر غير صحية غالبا بنرجع نحن بنقول أنه التعلق كان بمرحلة الطفولة كان تعلق غير صحي إما كان تعلق مفرد بسبب أيضا علاقة غير سليمة وإما بيكون عبارة عن حاجة شديدة يفتقدها الطفل ولا يجدها عند الآخر وهون أيضا بيكون تعلق غير صحي فبتكون النتائج غير جيدة لا على شخصية الطفل ولا على انعكاس علاقاته بالآخرين أكيد طيب يعني استرنا نزهى ما هي نقول المؤشرات أو العلامات اللي تدل الأهالي بالفعل أنه أطفالهم متعلقين فيهم بطريقة غير صحية أو بطريقة غير سليمة نعم هلأ القلق القلق أولا اتحاد هذا الطفل عن المربي المسؤول عنه هلأ فيه كمان القلق فيه قلق صحي مفيد ليش لأنه يسهم في بناء شخصية الطفل أما إذا كان هذا القلق يؤدي بالنتيجة إلى النوبات من الغضب ومن الانفعال ومن سلوكيات السيئة اللي بتصدر عن الطفل بأثناء غياب هذا الشخص اللي هو متعلق فيه فغالبا نحن نقول أنه هذا التعلق هذا التعلق أبدا غير صحي لأنه يسيء إلى شخصية الطفل يسيء إلى مشاهره لأنه الحب المفرد أحيانا بيكون خلينا نقول سلبي كيف يعني سلبي؟ يعني أحيانا الأم هي اللي بتكون متعلقة بشدة بأولادها لدرجة تكون ماصلة طاقتهم يعني هي اللي بتوصل فيه لنتيجة أنه أنا بدون كون مثلا ما ما إلي وجود أنا أنتو الأساس بحياتي أنتو أنتو لكن هذا التعلق الشديد فيهن بنعكس بالنتيجة بشكل سلبي على الطفل فبيصير الطفل عبارة عن يشعر من داخله بفجوات عاطفية لا يستطيع تفسيرها لا يعرف كيف يفسرها طيب أنا لما بكون مثلا موجود بهذه المساحة مثلا مع أمي أو مع والدي أو مع هذا الشخص قد قد أشعر بالأمان مجرد ما يبدأ ابتهد عنه بتلاقي أنه بيبدأ موضوع القلق التوتر أشعر بالفرق فيوصل بالنتيجة بنتيجة هذا الشي مع تكراره هذه الفجوات اللي ما بيعرف الطفل أنه يفسرها هلأ نحن مثلا بتلاقينا بمرحلة الروضة كتير بتجينا استشارات ومشاكل أنه ليش على طول الولد معصب ليش على طول منفعل هلأ نحن بنقولي بالرقم واحد أنه هو لا يستطيع أن يعبر عن كيفية التواصل مع الآخرين مع الأطفال الآخرين وهي مشكلة كتير كبيرة على الأغلب على الأغلب بتكون المشكلة الأساسية لعصبية الطفل هي هاي النقطة طيب ليش ما عم يعرف يعبر ويتواصل لأنه علاقته العاطفية أيضا لا تتسم بشيء صحي بالنسبة لوالدته يعني أنا مو كل الناس ماما ولكن للناس المربين المسؤولين عني طيب معناته لازم تنطبط هاي العلاقة بأطور معينة تسهم في أنه هو الطفل نعطيه مساحة يكون قادر فيها على أنه هو ياخد قراراته بنفسه مع وجود الإحساس بالأمان شايفي كيف يعني هاي المعادلة وجود الإحساس بالأمان أنه أنا متطمن أنه مثلا هذا الشخص بجانبي مو يعني أنا بجانبي فيزيائيا جسديا أنا بالوقت اللي بيحتاجه أنا هذا الشخص موجود موجود فأنا أشعر بالأمان أما لما بيكون هذا الإحساس مو موجود حتى لو كانت الأم أو المربي دائما موجود فيزيائيا يعني مو متواجد بالمكان لكن لا يحقق هذا الهدف من وجوده هذا الإحساس بالأمان وتلبية الاحتياجات العاطفية وقت اللي بيكون هو بحاجة لإله فهون بقى فينا نقول معنى ضياع عاطفي داخلي مثلا بتلاقيه ما نقادر ياخد قرار صح بتلاقيه أحيانا بمشتت مشتت بالنتيجة ممكن يوصل للا مبالاة والانسحاب لا مبالاة والانسحاب يعني مثلا أجروا تجارب نفسية لعالمة اسمها ماري أنز قالت أنه نحنا بدنا نشوف الأطفال اللي تتسم علاقاتهم بأمهاتهم بشكل تعلق عاطفي صحيح تمام مشوف شو ردود فعلهم عن الأطفال اللي علاقاتهم العاطفية منا صحيحة التجربة بسيطة كانت أنه نحنا كان الطفل جالس مع أمه بعدين بعد شوي بيدخل شخص غريب بتعتزر الأم شوي مثلا بتروح شوي برات الغرفة وبترجع طبعا فيه كاميرات بس لقياس ردود أفعال الأطفال بالنسبة لهؤلاء الغرباء طبعا الأطفال اللي ردود أفعالهم كانت تتسم بالإيجابية وبنفس الوقت الحذر والتعاطف يعني بالنسبة للجو والتقبل هذا الغريب هني كانت علاقتهم العاطفية تعلقهم بالعاطفية هو كان إيجابي أما الأشخاص الأطفال اللي كانت علاقتهم بالعاطفية أو تهدى التعلق ما كان صحي أول شيء أول شيء لاحظوا عليه تورط الغضب يعني ضغري الإحساس الشديد بفقدان الأمان أنه أمه بعدش طلعت معه أنه قالت له أنه أنا راجعة بعد شوي فعمل معه هذا الاضطراب الإهتزاز هذا من جوه هو متجنب قبل ما يكبر لستاتنا بنحكي بالتجربة هو متجنب للتعامل مع هذا الغريب يعني قد ما حاولت مثلا تتودد له أو تطلط طفله أو شيء فهو متجنب وحذر بإفراط يعني عرغم أنه هو طفل والألعاب والقصصي لكن هو ليش لأنه من جوه لا يشعر بالأمان طبعا هذا بالمستقبل غالبا غالبا منقول أنه بيوصل لحالة اسمه التعلق التجنبي وهذا الشي بيمارسه حتى الكبير بمرحلة المراهقة حتى المهو بيكبر حتى لما بيتزوج بتلاقيه مع أصدقائه بالعمل فيستمر معه ليش أنه بيتجنب هذا الاختلاط المباشر بالآخرين حتى ما يشعر عادة الإحساس من جوه اللي هو بيرجعه لذكرى عدم الإحساس بالأمان فأنا أورجي ما بدي ما بدي ما بدي يتحرض أصلا لهذا الموضوع فخلص أنا هيك مكتفي بنفسي لكن طبعا هذا الشي كل ماله يعني هي دائرة دائرة يعني كل ماله بيرجعه بيلفه بدور وبلاقي حاله متقوقع بالنهاية حولها بحد ذاته يعني فبتعمله هذا الاختزاز العاطفي وهو صغير ينعكس على طبعا علاقاته وهو كبير وعلاقته حتى بنفسه فبتلاقيه يعني هذا التجنب بيكون حتى مع مشاعره يعني بتلاقيه ما بيحب يحكي عن مشاعره ما بيحب يبوح حتى بمشاعره لما بيكون فيه مثلا حتى إذا شخص مثلا يشعر له بالارتياح حتى لو كان صديق هو غير قادر على تكوين علاقات اجتماعية صحيحة وسليمة ليش؟ لأنه هذا التواصل نرجع لموضوع التواصل هو ما بيعرفه هي لغة لا يعلمها ولا يعرفها فبتلاقيه وإن عرفها وإنه مثلا جرب أنه هو يعملها طبعا بنتيجة عدة صدمات معينة صايرة معهم مثلا يعني هذه فؤولة الذكرتي أستاذة نزهية العديد من الآثار اللي في بعض الحين للأسف قد تكون سلبية على شخصيات الطفل وحتى علاقاتهم مع الأشخاص المحيطين فيهم لو نتحدث فهمي كيف يأتي دور الأهل وأين دور الأهل يكمن المدى أهمية أيضا دور الأهل في هذا الموضوع عشان نتجنب هذه الآثار السلبية اللي قد تحدث على شخصيات أطفالنا حتى بعد ما يبلغون أو حتى بعد ما يصبحون سن المراهقة هلا أكيد الاحتواء العاطفي نقطة كتير مهمة بالنسبة للأهل وتقبلهم وتقبلهم لشخصيات الطفل يعني في عنا كتير مشاكل كتير بتصير على فكرة النوم المقارنة يعني ليش مثلا ابن عمه أو ليش حتى أخوه ماله مثلا متلم منه بشخصيته بتعبيره مثلا عن نفسه بطريقة تفكيره شو ما كانت تكون هاي المقارنة هي إحدى القتل الثلاثة اللي نحن دائما نقول إنه هي من إحدى الأمور الهامة جدا اللي يجب أن يعيها المربي تماما يعني موضوع المقارنة يلغي شخصية هذا الشخص اللي قدامنا ما في حدا أنا دائما بقوله لكل يعني جلسات الاستشارات اللي بتيجي لعنبي لكل الطلاب بالدورات التدريبية وينما كان بقولي أنت نسخة وحيدة من نفسك في هذا الكون فما نقارن حالنا بغيرنا هلا صح نحن إنه قدوات بنشتغل عليها بنسعى إنه نحن نكونها أما نحن ما ننسخ عن حدا كل إنسان له طريقة معينة بالتفكير فيه له نمط ذكاء معين فيه له نمط معين للتعلم الأساس هو يا أخي خلي الأم والأب ما بيعرفوا شيء تمام ليش كانوا من زمان ما عندهم هالطرابات هاي من أول لأنه عن جد كانوا يسمعوا لصوت الروح عندهم فهن كانوا يتقبلوا الولد يتقبلوا الطفل شو ما كان يكون يعني فهذا الاحتواء وهذا التقبل هو بيخلي بيفتح منافذ التواصل بين الطفل وبين المربي تبعه وبين الأم فسبحان الله أنا دائما بقول لأ الأم مهما كانت تكون مشكلة ابنه بقول لأ الشغلة الغريزة عندك أنت كأم ما حدا بيقدر يشعر بالطفل قد الأم حتى لو كان مراهق حتى لو كان مكان يكون ما حدا بيقدر يشعر بمشكلة الطالب مشكلة ابنك قدك أنت أو بنتك طبعا حتى لو كنتي أنت معارفة شو ما هيتها بكل بساطة إذا ما بدنا نحكي أنك أنت معارفة كيف تعملي الاحتواء الحضن هذا الشي بيشعر الطفل بالأمان وبالتالي ينشئ قناة هذا الحوار اللي هذا هون بقى لازم نحنا نكون عنا قدرة على تطويره التواصل والحوار غير أنه بيطلع مكامل القلب من الداخل بيخلي الطفل قادر على التحبير وبقوة بيعرف أنه في مين هم يسمعه وبعدين حتى لو سمعه يعني بالنهاية من قلنه نحنا طيب وشو هيصير يعني هتخرب الدنيا مثلا؟ أكيد لا يعني لازم ينحط بالتجربة لحتى يكسر هذا الحاجز اللي هو بيتعلق فيه على فكرة هو المتعلق بشكل تجنبي المتعلق بشكل سلبي بتلاقيه إذا بتلاحظي أنه هو بيعمل مشاكل حتى مثلا بين صبية بس مثلا يكون على علاقة بالشاب بس يتزوجوا أو هيك بتلاقيهن عم يعملوا مشاكل الشخص المتعلق على الأشياء اللي لا تحدث وليست على الأشياء التي تحدث ليش ما حكيتني؟ ليش ما تواصلت معي؟ ليش ما جبتني على طول ليش؟ لأنه يبحث عن تحريض هذا التعلق اللي جواته التعلق طبعا المرضي واللي هو بيخليه دائما بدائرة الأمان تبعه ليش؟ إنه أنا خلاص عامل هاي البلوكات عالية ما بدي أنا أتغير هذا الشيء موجود فبتلاقي هي سلسلة متتالية ومتواصلة من الإشكالات اللي ما عم يعرفها يعني اللي ما عم يعرف الشخص الثاني حتى هو إنه ما هو الموضوع؟ نحنا خلينا نحط بمواجهة هذا خلينا نكسر هذا الحاجز تمام؟ مجرد من كسر طبعا بوجود أيضا بيئة حاضنة يشعر في هذا الأمان هون بقى بصير بيكتشف هو إنه إنه بالفعل يعني ليش أنا عامل هيك بحالي؟ ليش أنا عم يعزب حالي بهذه الطريقة هاي؟ طب ليش أنا متمسك بهذا الشخص لهذه الدرجة هاي يعني؟ فهون بيبدأ الموضوع بقى يترحرح يعني ويتحلحل بهذا الصحيح يعني استاذة نزهي إلى جانب دور أولياء الأمور إنه يخلوا أبنائهم يبتعدون قدر الإمكان عن التعلق المرضي أو الغير صحيح والغير سليم نحف شو الحوامل اللي قد تؤثر بالفعل بالطفل وتخلي يبتعد عن هذا الموضوع وبالتحديد موضوع التعلق المرضي؟ هلأ أكيد عدم إشراكه بمهام سواء بنشاطات سواء أسرية أو خارج الأسرة كتير مهم موضوع الحركة نحن بنعرف هلأ بالوقت الحديث بالعصر الحديث ما صار التعلم فقط عقل نحن منعلم العقل فبيستجيب الجسد منعلم الجسد فبيستجيب العقل فهن اتنين ما بيستخدوا عن بعض حتى قالوا هلأ أنه قلايا الذاكرة هي أيصا موجودة أيضا بالجسد وبالقلب ما حتى هي موجودة فقط بأماكن الحسين هنا تبع الذاكرة طيب فإشراكه بالمهام الاجتماعية والنشاطات اللي هو بيكسب منها خبرة مع وجود الأهل إلى جانبه مع وجود الإحساس بالأمان مع وجود حتى مو الأهل الهيئة اللي هي مسؤولة عن مثلا إقامة هذا النشاط فهون بتطور قدراته ومهاراته فبيصير عنده شجاعة على أنه دائما يسأل عن التغيير يعني لا يوجد طفل مبدع لا يسأل عن التغيير يعني اللي يستطيع أنه يسأل عن التغيير بكل بساطة وبكل شجاعة بيقول لك دائما هذا نحن ما نسميه نمط التوائمي ماذا بعد؟ يعني نحن وبعدين شو اللي رح يصير بعدين؟ ليش لأنه هو يستمتح بكل مرحلة من المراحل اللي هو ماشي فيها حتى لو كانت نتائجة إيجابية أو سلبية ليش؟ لأنه تتم معالجته وتتم مراقبته فهذا الشي بيطور عنده إلاقته مع نفسه برجع بإليك ثم يطور إلاقته مع الآخرين هنا بيصير بيانشأ أنه بتشده بشخصيته بيصير عنده قوة بالشخصية بيصير عنده قدرة على التواصل الاجتماعي بيصير إنسان منتج منتج بالمجتمع بكل معنى الكلمة يعني سبحان الله لا يوجد إنسان لا يستطيع أن يوصل لهذه المرتبة لأنه نحن رب العالمين خلقنا وقال إني جاعل في الأرض خليفة فنحن كل شخص مستخلف وله ولديه من الإمكانات والأدوات التي تمكنه من تحقيق هذه الوظيفة على الأرض لكن النقطة هون أنه نحن كيف نستفيد منها كيف نستخدمها ونطور الإمكانات الموجودة عنها لأنه لا يكون لي في الله نفسا إلا ما آتاها إلا ما آتاها فسبحان الله الاختلاف هو الذي يغني هذا المجتمع ويغني الحياة ويغني الكون طيب فلذلك برجع لموضوع المقارنة المقارنة قاتلة قاتلة يعني تخيلي أنا بالأمس تفاجأت بأم قلقة جدا وتقلي أنا بحاجة إلى أخصائية للنطق والتخاطب فقالت لها كم عمر الإبنك يعني فأنتي بحاجة الأخصائية وقلقة وبشدة تخيلي قارتلي عمره سنة ونصف سنة ونصف قلت لها سنة ونصف يعني أنت قلقك أول شيء رح ينتقل للطفل ثانيا يعني ما في بيئة بتحلم الطفل شو اللي بدك ياه سواء النطق أو غيره مثل الأم هل أنت قديش عندك وقت أنت بتتحدثي فيه مع ابنك بتتحدثي فيه ايه بتحاوريه حتى لو كان هو ما ميرد عليك بالطريقة اللي أنت بدك ياه لكن هذا كله موضوع تراكمي عندك يعني وفيه طلق وفيه أطفال بيضلوا لثلت سنين لأربع سنين بيحكوه هذا الشيء طبيعي إلا إذا كان عنده مشاكل معينة ساعتها يتم معالجته أما من هلأ عم تنقلي له هذا التوتر وهذا الضغط وبتنسمى عليه عفواً بمجتمعنا أنه هو عنده مشاكل بالنطق عنده مشاكل تخيلي فيه أطفال فيه طلاب أنا عندي مثلا من الصفل التاسع العاشر على طول بتكرر كلمة لما بيجيبون عننا على المركز بيقولنه كان عنده مشاكل نطقه هو صغير أو تأخر بالحكي هو صغير بيحكي معه بلاقي عم يحكي هذا الشخص هذا الطالب ولا فيه شيء طيب شوح المسمى هذا اللي ملازقه 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 على طول طيب إذا كان هذا المسمى مين اللي عم تطلقه عليه نتبهي هي أمه وين بقى الإحساس بالأمان بيصير اللي مفروض مثلاً أنه مثل ما بيقولوا استتروا أنه مثلاً أنه تحاحي عليه أنه تخبي كيف بده هو يصير بقى تفكيره تجاه هذا اللي مفروض أنه يكون عنده صمام الأمان بده يصير يدور على صمامات أمام أخرى مثلاً مع أصدقائه للأسف هذا يفقد قيمة الحوار والتواصل بين الأهل والأطفال وخصوصي بمرحلة المراهقين تخيلي بالمجلة الأمريكية للبحوث للبحوث الشباب قالت أنه لما منبدأ الحوار الحوار المفتوح والواضح والناضج من عمر الخمس سنوات الخمس سنوات هذا بيعطينا بالنتيجة أطفال أو مراهقين أقل ب86% عن الدخول في سيناريوهات خاطئة الدخول في موضوع التعاطي الدخول في موضوع اختيار الأصدقاء الغلط الغلط يعني يكون ليش؟ لأن الأهل مو على طول موجودين مع الطفل لكن هو لازم بها المرحلة هيكون وصل قادر على اتخاذ القرار طيب أنا كيف إذا ما فسحت له هاي المساحة مع وجودي أنا دائما إلى جامبه وشعاره بالأمان كيف هو بده يقدر يطور هالمهارة عنده هاي مهارة لحالة هامة جدا بمواجهة المجتمع مواجهة تكون للجامعة دخول للسوق العمل يظل دائما خايف أستاذ أنوزا هو وما يشعر بالأمان أو الاطمئنة لما يكون بعيدا عن الأسرة نفس ما ذكرتي ويكون دائما محتاجهم يكونوا متواجدين معاه بشكل فيزيائي أو بشكل مادي لأن الفكرة عندي حتى لو كان اللي متعلق بشكل مرضي على فكرة ما نوحاسس بالأمان ليش؟ لأنه منسميه نحن مثل ما قلت لك فجوات العاطفة يعني مثلا ممكن بتلاقيه بلحظة من اللحظات هو بحاجة لأمه وهذا موقف للأسف أنا بشوفه بتكرر وبيزع القلبي يعني عليهم بتلاقي راكب على أمه بده يحنقها بقوه بيقلق بهاللحظة بحاجة لهاي الضفق العاطفي فهي مثلا على أساس ابن عمي كبر بتبلش تقول له بعيد عني ليش كم تعمل مثلا أنه أنت هلا صرت كبير ما بصير هذا الشي تعمله؟ تخيلي يعني هاي مثل صدمة بتجي للطفل أو للبيت أو للشب طيب أنا بهذا أنا هلا حتى لو هي موجودة لكن أنا هلا بحاجتك عرفتي أنا شو اللي عميزه؟ عميزه بين الوجود الفيزيائي للأهل أو المربي وبين أنه التواجد لإحساسي بالأمان طيب أنا هلا بالمرحلة هاي أنت بجوز ما لك عرفاني أنا شو في جواتي لكن أنا بحاجة لهذا الحضن يعني نحنا متقلنهم بتعديلي السلوك رقم واحد للأمهات وليل الآباء أيضا وللمربين أنه مهما كان عمر ابنك إذا وقفت عاجزي قدام مثلا عدة فعل معينة ولا سلوك معين ما لك عرفاني تفسري حضني بس حضني لا تحكي شي لا تقولي شي تخيلي بتجي بتقلي طب أنا ابني كبر بنتي مثلا كبري شلون يعني بدي أحضنها شلون مين قال إنه نشنا منكبر على الحب مين قال حتى في مقولة هلا كتير متكررة أكيد مرة على الفيس مع كتير ناس إنه نشنا مو لما منكبر مع هذا منلعب نشنا لأنه مع هذا لعبنا صرنا كبرنا يعني فالآخر لحظة بحياة الإنسان هو بحاجة لهذه المشاعر لهذا الحب لهذا الاحتواء نحن من الإنسانية نفسها يعني سبحان الله فالإنسان طبعا قمة أنواع التعلقية التعلق بخالق لأنه هي مصدر جميع الطاقات المتزنة والكونية سبحان الله وميسر هذا الكون كلاياته يعني فهي بتكون رقم واحد فهي بتفرق بين أني أقول أنا بحب شخص بين أني أنا بتعلق بشخص صحيح يعني نسبة ذكرتي الآثار والأسباب والعوامل أستاذة نزهة أكيد عديدة يجب على أولياء الأمور سواء الأب أو الأم الانتباه مثل هذه المؤشرات والدلائل اللي ممكن تدخل الطفل في موضوع التعلق المرضي أو الغير صحي شاكرين أكيد تواجدت معنا عضو رابطة علم النفس الإيجابي أستاذة نزهة اليمني نورتنا ويعطيك العافية الله يعافيك يا رب شكراً كثيراً يعطيك العافية